13 عاماً ذهبية لكثير بل وبدون مبالغة للغالبية العظمى من الجزائريين لكن في المقابل هي بالنسبة لقطاع لا يستهان به من الجزائريين 13 عاماً براقة فقط لمرحلة تثير الأسئلة أكثر مما تقدم الإجابات في حلقة اليوم من الحدث المغاربين نحاول التوقف عند هذه الأسئلة والمشاعر التي يثيرها الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيله معنا في الستوديو محمد العافي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق سيئ زيتوت بومدين في الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيله مازال حاضراً في الذكرى الجزائرية مازال يطرح أسئلة ويثير أيضاً مشاعر لدى الجزائريين السلام عليكم ورحمة الله بكل تأكيد اسمح لي ابتداء أن مدام ذكرت رجل يأتي من فترة الثورة أن نترحم على كل الذين ضحوا واستشهدوا وعاشوا من أجل تحية الجزائر أو ماتوا من أجل تحية الجزائر وعلى الذين يقومون بذلك من شباب اليوم والذين يقاومون العصابة المستبدة الفاسدة في الجزائر الرجل مما لا شك فيه أنه له بعض الإيجابيات ولكن أيضاً عليه كثير من السلبيات من وجهة نظري وأنت قلت ربما الغالبية العظمى من الجزائريين ينظرون بالنظرة إيجابية لا أعرف إذا كان ذلك صحيحاً لأنه هذا انطباع قد يكون انطباعك وانطباع الناس لكن لم تجري استفتاءات أو حتى نعرف ذلك لكن بكل تأكيد ربما بدون مبالغة لو أجرينا استفتاء أنا من الجيل الشاب ربما كنت في العمر السابع سبع سنوات وما زالت بومديين حاضر في الذاكرة ربما حتى في الأجيال التي لم تعيش في مرحلة بومديين على ما أعتقد ما زال له حضور إيجابي لدى الغالبية في الذاكرة الجزائرية في الذاكرة نعم في الذاكرة لا أنا أختلف معك في الذاكرة لكن في الواقع وما أحدث من أشياء هنا ربما تختلف الناس حوله دعنا ابتداء نقول أن الرجل مثلا هو اللي أمم بيترول وهذه واحدة من أكبر المواقف إيجابية تحسب له أن هذا الرجل هو صاحب المقولة الشهيرة جزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وخاض الحربين حرب 67 وحرب 73 مع إخوانه العرب في المشرق أن هذا الرجل قطع علاقاته مع الولايات المتحدة في 67 وظلت مقطع لعدة سنوات أعتقد حتى 73 أو 74 من أجل فلسطين أن هذا الرجل ساند قوة تحرر وجعل من الجزائر أو سماها مكة الثوار ومكة الأحرار من البتنام إلى أنجولا إلى غينيا بيساو إلى بنين إلى أماكن عديدة ولكن قبل هذا وذاك ربما الذي سمح لمحمد العربي زيتوت بأن يتابع دراسته حتى الجامعة يعني ويصبح ويلتحق حتى بسلك الدبلوماسي نعم هذا أيضا أنه دمقراطة كما يسمى دمقراطة إزاسيا عن التعليم دمقراطة التعليم وكان مجانيا وأنه جعل الصحة أيضا أو التداوي مجاني خاصة من ابتداء 74 وهذه كلها إيجابيات تحسب له لكن أيضا بمدين هو الذي بدأ لانقلابات قام من انقلاب 62 وانقلاب 65 بمدين قام بمجموعة من الاغتيالات لعل أشهر هذه الاغتيالات كريم بالقاسم في فرونكفورت سنة 70 محمد خيذر في إسبانيا فيما أذكر في مدريد نعم في مدريد نفى كبار قادة الثورة أو أبقى عليهم في النفي مثل أي تحمد مثل بوذياف مثل وهذه ربما يعرفوها الكثيرين شاعر الثورة المزابي الفحل البطل مثل زكريا اللي مات منفيا في تونس لأنه فرض عليه أن يقول شعرا في الثورة الزراعية أو في الثورة الصناعية على ما أذكر منع أن يدفن أبو الوطنية وهو مصاري الحاج أن يدفن بالعلم ملفوفا على جسده عندما جاء جثة أو جثمان مصاري الحاج في الأربع وسبعين منع العلم عليه والعلم أول علم جزائري وهذه ربما أيضا كثيرين ما يعرفوهاش أول علم من رسمه ومن صنعه ومن خاطه هو مصاري الحاج وزوجته مصاري الحاج لنادى أول من نادى في القرن العشرين باستقلال الجزائر كل جزائر وقال ما قلت المشهورة في سنة 1937 هذه الأرض ليست للبيع هذا يمنع أن يلف عليه نتاة مصاري الحاج مرتبط ربما بحسابات تاريخية ليس بمدين فقط بل بجفة التحرير أنا الآن مليش ندخل في التفاصيل لأنه ربما التفاصيل قد نحتاج لساعات لكن أذكر عناصر وقد يحدث حول النقاش أيضا بمدين قضية شعباني قتل شعباني متسبب فيه لكن في اعتقادي لم يتم في عهد بن بلا بمدين كان نائب بن بلا أولا وكان وزير الدفاع وكان على خلاف شديد مع محمد طهر شعباني وهو له ما قلته الشهيرة من هو طهر بن طهر اللي حبي طهر الجيش لما شعباني نادى بتطهير الجيش من ضباط فرنسا ومن عسكر فرنسا وهذه القضية في اعتقادي هي الخطيئة الكبرى لبمدين هو أنه مكن لضباط فرنسا ولجنود فرنسا اللي كانوا يقاتلوا مع فرنسا وفيهم اللي ظل يقاتل مع فرنسا لغاية مارس 62 لغاية وقفة لقنار مثل محمد تواتي أو محمد العماري أو غيرهم يعني لغاية 61-62 ولكن أيضا آخرين مثل عبدالقادر شابو مثل نزار مثل زرقيني فرنسا لكن هناك من له رواية هناك من يقول أنه لم يمكنهم فقط كان سمح لهم بالمساعدة في تكوين الضباط الجزائري لم يكن بالإمكان الاعتماد على طهر زبيري مثلا الذي لم يكن له تكوينا علميا حتى زوجة بومدين كانت تقول قالتها صراحة في صحيفة الشروق بأنه قالت أنه لا يمكن أن تكون لطهر زبيري طموحات أكبر من طموحات رجل متعلم مثل بومدين نعم هذه واحدة من التفسيرات أو من التبريرات إذا شئت في هذه القضية نعم هو بالتأكيد استخدمهم في إطار الصراع على السلطة لا تنسى أن نزحف بالذبابات بجيش الحدود على العاصمة الجزائري ضد الحكومة المؤقتة برئاسة الفاضل الشريف رحمة الله عليه يوسف بن خده والذي ربما تأخذ على بن خده أنه لم يواجه بالرغم أن الولاية الثانية والثالثة والرابعة ولا في دراسيون في تونس وفي باري في فرنسا رفضت الإنقلاب بومدين اضطر في إطار الصراع على السلطة وهنا التي تأخذ عليه لأن بومدين الحقيقة لا ننسى أنه مجاهد أيضا وأنه ترك مصر وكان يدرس فيها وهو اللي جاب الباخرة الأولى محملة بالسلاح باخرة الدين المشهورة وأنه كان لديه قدرة على التنظير وعلى التنظيم وهذه المكناته بشي يتخطى بسرعة ويصل إلى مراكز عليا هذه أيضا تحسب للرجل لكن ما يحسب عليه في المقابل هو أنه أراد السلطة وعندما تريد السلطة قد تتحالف مع الشيطان هذه هي القضية وهذه الخطورة في القضية في اعتقادي ولذلك هو فيما بعد جاب مثلا بن شريف بن شريف واحد من الذين أجروا مفحق الجزائر بشكل كبير طيب لك الرواية الأخرى تقول أنه بالعكس النبو مدين لم يبدأ انقلابات كانت تصحيحا ثوريا وأنقذ الجزائر أنقذ الجزائر من حكم كان يعتبر أيضا ديكتاتوريا وحتى لما انقلب على بن بلا بعد ذلك قال بأنه بالعكس كانت أجواء ارتياح في أوساط الشعب الجزائري وكما يقول تاريخيا أنه ارتاحوا لانقلاب بمدين على بن بلا ليس كل جزائريين والدليل سكان عن نابل يقتل منهم العشرات واللي قام أعطائلية بقتل منهم العشرات على سبيل المثال وأيضا في وهران وأيضا في قسنطينة وأيضا في العاصمة لا كانت هناك من بن بلا أيضا كانت له شعبية لكن بغض النظر على بن بلا بن بلا كان يقال بأنه كانت ضوائر أجنبه التي تحرق قرار جمال عبد الناصر الذي كان يملي قراراته وبمدين بالعكس كان يريد أن تكون لجزائر دولة لا تزول بزوال الرجال دولة يديرها الجزائريون نعم وهذا ربما قضية دولة لا تزول بزوال الرجال هي التي يحسر عليها النقاش وربما هنا وإن يصر الخلاف كبير أو على الأقل يصر الانتقاد الكبير لأن الدولة في أيطار الزوال الآن للأسف وهنا الأسس قناعتي أن البناء اللي بني عليه هو كان هنا المشكلة هنا فقط قضية للتصحيح تا 65 ما يسمى تصحيح ثوار قلاء سمي بتصحيح ثوري لهذا حسابت لكن الأخطر من ذلك ليس 65 في اعتقادي أنا لأن أيضا حول بن بلا ليس بن بلا كانت في 62 أكبر من الخلق نعود لهذا لو سمحت العربي زيتوتا الدبلوماسي الجزائرية السابق انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر دكتور بوجمعة هشور القيادي في جبهة التحرير الوطني والوزير السابق دكتور بوجمعة بومدين في ذكرى الرابعة والثلاثين لرحيله رجل ما زال حاضر في الذاكرة ولكن هناك من يقول أن ربما للرجل له ما له له الكثير ولكن عليه ما عليه أيضا ويجب أن حان الوقت أن تطرح هذه ربما الأسئلة والمآخذ على فترة حكم بومدين وعلى شخصية حتى الرئيس بومدين للإتعاد لتعلم الدروس للاستفادة من التجارب التي مرت بها الشعوب والجزائر بشكل خاص أهلو أهلو نعم نعم دكتور السلام عليكم مع عليكم السلام ورحمة الله في البداية أود أن أجدد شكري لتقم هذه الفضائية التي بدأت تعطي بوادر التعددية في كل الطرح والطرح المضاد خدمة لتنوير الرأي العام أما فيما يخص موضوع اليوم ونشاكر لكم الاستضافة أود في البداية أن أقول أن الذكر ذكرت ذكرت العزيز وكنا من جيل الاستقلال وعرفناه ونحن ثانويين في إحدى ذكر عندما التقى بالطلاب والثانويين في قصر الأمم في ديسمبر 1966 أنا داك كان عمرنا 17 سنة ولأول مرة ألتقي وأرى هذا القائد الفض وأستمعنا إليه وقتها بعد ما سمي بانتفاضة سعتاجوان 65 أو تصحيح سعتاجوان أو انقلاب عند بعض المصطلحات عندك أنتم تعلمون أن الرئيس الراحل هواري بومديان كان بالنسبة لجيلنا حلم لكن لا أدري كيف في البداية الطيار اليساري في الجزائر كان من طيار لكان مناهض ل ما سمي بانتفاضة سعتاجوان 65 علما بأن من كان يحاط بالراحل الرئيس بن بلا رحمه الله كان أكثرهم من اليسار ومن طيار شيوعي عندما جاء سي بومديان ظنوا أن الراحل هواري بومديان يعني غير الطريق وغير المنهج وغير الاتجاه لكن أيام قلائل أيام قلائل وهو يتحدث مع صحيف طرزيوسف أنا داك قال لها لل أحد الصحفيات أن نفس القوى السياسية التي جئت ببلا هي نفس القوى لراحل التقود في هذا البلد ولهذا حتى طيلة يعني سنين وطيار شيوعي وطيار يساري كان ضد نظام قائم من ساعة الجوة 65 حتى يوم بدأ فخامة الرئيس الراحل هواري بوميديان في الورشات الكبرى كالثورة الصناعية والثورة تقافية والثورة الزراعية أدخل بيت التاعة الطيار الشيوعي من سميه في البداية بالأير في وبعد بما سميه بالفاكس طيب طيب ولكن هذا الباكس وقيادات الباكس وحزب الشيوعي طالهم التعذيب والسجن شاعر وشخصية ومجاهد مثل بشير هاجع عليه نموذجا ويقال أيضا أنه يعني اختراقات بوميديان لحقوق الإنسان طالت وزع ظلم وهدل على اليسار وعلى اليمين على الإسلاميين وعلى اليسارين ما رأيك على هذه المآخ على مرحلة بوميديان اسمح لي أخي العزيز تفضل نحن كنا نعيش هذه المرحلة كقيادة في شبيب جبهة التحليل الوطني وكطلاب أيضا في الحركة الطلبية وأنتم تعلمون أن حركة التلابات حلت في وقت كان الراحل الرحيم الله سيقايد حمد كان مسؤول الحيز ثم مسؤول جهاز الحيز وعندما أراد الرئيس الراحل هواري بوميديان يدخل بتتاعة الطيار اليساري كلم مع الراحل الله رحمه محمد صديق بن يحيى جاء لوزارة التعليم العالي وشكلت في هذا الوقت اللجنة الوطنية لتتوع الطلابي لصالح ثورة زراعية في هذا الوقت الجماعة اللي دخلت في بيت بتاعة هو الطيار ما سميه بالطيار الباكس حاليا يعني الحزب الطريعة الاشتراكية واشتغلنا يعني مع الأطياف الموجودة طيب استعمالك لتعبير بيت الطاعة دكتور بوجمعة هنا يثير ربما اسئلة معناها إجبار عندما تدخل بيت الطاعة وهذا ما يطرح الموضوع حول الاتهامات الموجهة للرئيس الراحل بأن حكمه كان حكما انفراديا ديكتاتوريا شوف يعني احنا كشباب في هذا الوقت سمح لي نقول لك شباب في هذا الوقت وكمسؤولين رأنا كنا في القيادة الموحدة عندما يعني نظمنا الندوة الوطنية للشبيب الجزائرية في ساعتاش ماي خمسة سبعين وقتها كنت مقرر اللجنة السياسية والعقائدية وتعايشنا مع كل أطياف في هذا في هذا الاتحاد الوطني للشبيب الجزائرية بما فيها الكشافة وشبيب الحين وطلب بالطيار اليسري ولهذا ثلاث الأيام اللي كانوا في المعارضة صحيح أن البعض من قيادين القادة للاتحاد الوطني طلب الجزائريين صحيح دقلوا الحباس وتعذبوا وفهم لتعذبوا كثير ولهذا عندما جاء سموح محمد بن يحياء أدخلنا كلنا في محق واحد ووحدنا الاتحاد الوطني الشبيب الجزائرية على أساس الطيار اليسري قبل باش يعني يتعامل مع نظام 19 جوان 65 بإدخال يعني ورشة الإطلاع الزراعي ورأي طيب ولكن يبقى الجدل هناك تبقى السلطة في يد الرئيس في يد الرئيس الراحل هواري بومدين سؤال خير دكتور بوشمع أشرت إلى أهمية ذكرى رحيل هواري بومدين بثقله النضالي والتريخي نعم أشرت إلى أهمية التوقف عند ذكرى رحيل هواري بومدين ذكرى الرابعة والثلاثين ولكن هناك من يتسأل لماذا لم تعد تحضى هذه الذكرى بتلك الأهمية برغم أنها أننا في مرحلة أن الجزائر في مرحلة يقودها سيد عزيز بوتفليقة لدي جانا قريبا من بومدين إذن الثورة التحريرية ولها بعد استقلال كل رأي القاد هذه البلاد له إيجابيات وله سلبيات يعني الإنسان بشر ولهذا بالنسبة لنا للذكرى انتع رجالاتنا لقبلت سواء الراحل شيشادي بن جديد أو الراحل شيبن بلا ولا كل من ولا شيفرحة عباس ولا شيبخدة ولا شيفوضياف احنا بالنسبة إلينا هذا كانت مسؤولية في قيادة البلاد ولهذا إذا توقفنا اليوم في الدكرى 34 احنا نشاهد على إنجازات اللي قام بها الرئيس الراحل والشعب هو ما ما كانش من الاريستقراطية ولا الولوجرسية يعني انت عارف انتب اللي يسكن في الدوار اللي في ألم ما وش عنده حاجات كبيرة وجاء ضد الشعب هذا عبيلا على أساس أن يعطي الرفاه لهذا الشعب اللي كان طيل 132 سنة هو يعني تحت ميل تعمال ونخليني نقول لك المقولة تعيب لبديش من تلاميذ على كل حال الكتانية في قسنطينة ما قولت تعيب لبديش يقول أن هذه الأمة الجزائرية إسلامية ليست هي فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تستطيع أن تكون فرنسا ولو أرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد شكرا شكرا جزيلا لك في أخلاقها وفي كل عناصر ودينها وغيرها طيب شكرا جزيلا لك مع أن ربما أسئلة كثيرة تطرح ربما بالحديث عن فرنسا وعن الاستقبال التاريخي الذي حضي به رئيس فرنسا قبل أيام فقط في الجزائر شكرا جزيلا لك دكتور بوجمع عيشور الوزير السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطنية سي محمد العربي زيتوت كنت تحدث وتشير إلى نقطة مهمة في النقاش في أشرت إلى أن أنت تعتقد من أن بومدي بحسب رأيك هو الذي أرسى دعائم هذا الحكم والذي زرع ما يحسده الجزائريون حاليا أسمع منك الإجابة بعد فاصل فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود لمواصلة النقاش وصل테 اشتركوا في القابل الكرام ونغربان لا بجعل اشتركوا في القابل يبدوا لي لي ظروا في القابلة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند ذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومديين معنا في الستوديو محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق سي محمد العربي طرحت عليك سؤال قبل الفاصل أنت تعتقد بحسب كلامك أن بومديين هو الذي زرع ما يحصده الجزائريون الآن؟ شوف أخي جمل أنا لو كنت نريد شعبية ونريد أن الناس تصفقوا كذا لا جيت وقعدت نمدح في بومديين بكلام ربما لن يجده الآخرين وبواقع لن يجده الآخرين لكن هذه المشكلة أنتعنا مشكلة أنتع بعض الناس وأنا لا أتحدث عن المتحد السابق بالمناسبة يعني كثيرين يتحدثون عن الحاكم بقداسة بينما الحاكم هو بشر المفروض أن نأخذه نعمل له ميزان كاللي يوصل يأخذ تسعين في المئة جيد وعشر في المئة سيئة كاللي العكس تسعين في المئة سيئة وعشر في المئة جيد كاللي خمسين خمسين فالناس تعملوا ميزان وتقوموا من حق البشر لأنه حكم يعني هذا ليس إنسان فلاح أو إنسان طبيب أو إنسان أستاذ في جامعة أو يعني قد يذر ينفع أو يذر مئة ألف ألفين خمسة ألف عشر ألف هذه ملايين الناس وأوطان ودول قد تتأثر إيجابا أو سلبا في هذه القضايا ولذلك علينا أن ننظر بهذا المنظر لكن من أراد الشعبوية وكذا سهل أنا نقدم تحدث لك ساعات في الموضوع نعم قلت لك للرجل بكل تأكيد كثير من الإيجابيات وقد ذكرت بعضها أو بعض الإيجابيات وقد ذكرت بعضها ولكن أخطر ما أسس له هو هذا النظام الذي نعيشه الآن بوتفليقة من أين يأتي بوتفليقة اللي مرمد الجزائر اللي أهان الجزائر أذل الجزائر على كافة المستويات وآخرها هذه زيارة هولند ولكن ليست الوحيدة وليست أول مرة 13 سنة الآن وبوتفليقة يهين الجزائر استمعت له في 2001 في حوار مع فرانسا انتير لوموند كان حوار مشترك يقول لهم بوتفليقة يقول الجزائر المستقلة خدمت فرانسا والثقافة الفرنسية أكثر من خدمها لإستعمار مدة 130 سنة وأنا نقول له أنت في 13 سنة خدمت فرانسا أكثر من 130 سنة وأكثر من 30 سنة لقبلك هذا ما تقوله أنت محمد العربي زيتو والكثير من الجزائرين يقولون بالعكس خدم الجزائر وحقق إنجازات وجاء بالسلم والمصالحة والأمن والرخاء الاقتصادية والأمن والرخاء شوف الخراب الهائل في البلاد شوف الناس لا تأمن حتى على أطفالها تذهب إلى المدارس شوف المخدرات التي أصبحت بالأطنار ما علاقة الرئيس هواري بومدين بهذا المدير؟ هواري بومدين علاقته بوتفليقة كان يقول أنا الشخص الثاني وانت استمعت له في حواره الشهير مع أحمد منصور يقول أنا الشخص الثاني انت تتهم بومدين بالاختيالات أعطيني الدليل كان يقول أنه شخص الثاني أبو مدين كان يعرف أن أبو تفليقة فاسد فاسد أخلاقيا وفاسد مهنيا وفاسد ماليا رجال رجال سيد محمد العربي بدون لا أخي جمال أخي جمال أنا آتي هنا أخي اسمعني أنا آتي هنا تعبر عن رأيي أنا لم أتهمه بما ليس فيه الجريدة الرسمية الجزائرية قالت أن نسرق 14 مليون دولار ليس من عندي ولذلك دعونا نقول رأينا في قناة ما اعتقدنا لا يستطيع أن يرد هو من له وهم يومين يردوا يسيبوا يجتموا وخلونا نقول رأينا في قناة ما اعتبروها للرأي والرأي الأحي ما علاقت بمدين علاقته أنه ربط نفسه بأشخاص مثل هذا وهذا الآن وطن كامل يدفع ثمن وثمن غالي جدا وخاصة أنه كان يظن نفسه أنه هو الرئيس بعد وفاة بومدين وإذا بالجيش لم يسمح له وهذا أيضا من الشيء اللي أسهبوا مدين هو أن الجيش سيطر على المدني سيطر على السياسة الجيش لا يسمح لبوتفليقة سنة 79 بوتفليقة يأتي على دبابة الجيش سنة 99 وينتقم من الجزائرين هذا الانتقام وينوصلت للجزائر وآخرة الإهانات اللي مع فرنسا واللي مع هولند إذن هذه قضية أنا لا أريد أن أتنرفز في هذا الموضوع بالذات لكن خلونا نقول الأشياء اللي رانا دافعنا لها ثمن غالي ورانا نضحه قدفية كبيرة في هذا المجال رأي كثير من الجزائرين لهم رأي آخر يقولون أنه بالعكس بومدين أسست دولة التي لا تزول بزوال الرجال والجزائر واقفة الآن ودولة دولة بمئتين مليار دولار دولة فيها إنجازات جامعات الجزائر لم يعد ماسحا للأحدية وإلى غير دالي جامعات الجزائر هي الأكثر تأخرا ليس أقول مع الأوروبا ولكن في إفريقيا ومستوى الجامعات يقدر يحدثك عليه الطلبة ويقدر يحدثك إلى يوم القيامة على المستوى ليصلوا للجامعات تقول لي مئتين مليار دولار هذه كارثة عندما يعد عنك مئتين مليار دولار وكي الناس ماتت جوعا وانت شفت هذه الأشياء وشفت في جريدهم جابتها تقول لي طب شوف وين وصلت الطب وشوف وين وصلت الناس في قضايا الصحة تقول لي الطرقات تقول لي الأمن نقول لك المخذرات الآن لم تعود بالقناطير لعسبحة بمئات الأطنان ونقول لك الحدود مغلقة مع لي والحقوق والحدود مغلقة مع مالي والحدود مغلقة مع المقر والذي أسس في اعتقادك للوضع الحالي هو الرئيس هو ريبو لا يتحمل بومدين لا يتحمل الوضع الحالي لكن وضع الأساس له للأسف وضع الأساس له لكن لا يتحمل كل ما جاء من بعده حتى نكون موسفين أساسي محمد العربي زيتوت ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر دكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أستاذ عبد العالي استمعت إلى هذا الكلام سيد زيتوت يقول بأنه الرئيس الراحل هو ريبو مديل في ذكرى الثالثة لرحيله سيد زيتوت يعتقد بأنه 34 لرحيله يعتقد بأنه ساهم في ما يحدث الآن في الجزائر ما رأيك؟ أنا استبعد ذلك لسببين السبب الأول أن الجماعة التي كانت معه هي جماعة استغلت سلطته السبب الثاني وهو أن الرئيس الذي يتكلم عنه حاليا الرئيس بودفليقة ليس له علاقة بومدين مجرد كانت رئيس بومدين تختلف كان هناك رجل دولة والدليل أننا نحن درسنا في عهده في الجامعات بنت في عهده كان اسماً قوياً في الوطن العربي عندما نقول بومدين نقول رجل دولة عندما نتحدث على الجزائر نتحدث على المواقف كل الأفارقة كانوا في يده إذن هنا نستطيع أن نقول هذه المواقف لبومدين وبناءه فقط عندما حرر الفلاح من العبودية من الإقطاع وعندما بنى مؤسسات ضخمة هذا يعني أنه كون شيئاً وجيلاً جديد لكن مع الأسف الشديد هناك عملية اغتيال لبومدين أعتقد أن هناك أطراف في داخل الدولة الجزائرية وخارج الدولة الجزائرية هناك دول شاركت في اغتيالها عملية اغتيال غريبة وسبق لمجلة جزائرية أن أصدرت ملف حول اغتيال بومدين بعد ودي حداد بعد اغتيال المرحوم أو الشهيد ودي حداد وهذا الملف منشور في مجلة اسمها عالم السياسة وتوقع وتمت مصادرتها في العدد بسبب هذا الملف إذن بومدين اغتيل لماذا؟ لأنه كان يقود دولة قوية وأول رئيس دولة من اغتاله دكتور عبد العالم وأول رئيس دولة يرفض الذهاب إلى فرنسا هذا مهم جداً من اغتاله إذا كنت تعتقد بأنه اغتيل من اغتاله طبعاً هناك رواية تقول بأنه صدام حسين متهم باغتياله بتسميمه هو اعتمد على الضباط فرنسا وهؤلاء الذين تم تقاموا بتصفيته وهؤلاء هم الذين يحكمون حالياً جزائر صحيح أن بومدين اعتمد على مجموعة وجدة ومجموعة مدهية التي استفادت حالياً منه لكن يبقى بومدين عندما اغتيل أو استشهد أو نسميه أي كلمة أخرى يمكن أن نتفق أو نختلف حولها كان الجمهور الذي يودعه عندما نسأل ناحية الشهداء كانوا يرمون الحجارة على الذين يمشون معه رسمياً ويطالبون بأن يدفنوه لأن تحت شعار أنتم قتلتموه ونحن طيب طيب دكتور دكتور عبد العالي لو سمعت لي أرسل أنك تسمع هذا لا يختلف موقف هذا غير مشظف لأي انقلاب ولكن يبقى أنه لا ولا بومدين لا أعتقد أن الدولة الجزائرية يمكن أن تصل إلى ما وصلته صحيح أن الآن تدهورنا أصبحنا أقل مستوى من 62 أقل صراعات الآن الحالية أكثر حدة من الصراعات التي ظهرت بعد الاستقلال بين الأطراف المتصارعة والولايات ولكن يبقى بومدين هو رمز ربما الرمز هذا هو الذي نستطيع أن نقول عندما نزل الشارع أن الفضل في التفاف الشعب الجزائري على بوتفليقة لأنه لبس لباءة عباءة بومدين فإذن بومدين الآن هو الذي أوصل بوتفليقة إلى رئاسة بمعنى بعباته ولا أعتقد أن بومدين أن بوتفليقة مقتنع بومدين نعطيكم دليل مثلا من الأسماء التي كانت تكره جيدا وكرها غريبا وهو المرحوم منجلي منجلي كان يكره بومدين وابوتفليقة عندما جاء الرئيس الحالي أول حاجة عاد الاعتبار لهذا الرجل طبعا ضمن سياقات تاريخية إذن هناك أشياء لا يمكن الحديث عبر الفضائيات المباشرة ولكن الحقيقة يجب أن نقول يجب أن ننصف ننصف رجلا عندما مات لم يكن في حسابه شيء وننصف رجلا عندما مات مات كأي مواطن بينما هناك الآن من يبيعون البلد من يستمتعون بقتل المواطنين بإهانة المواطنين إذن هناك إعادة الاعتبار وهو للفلاح إن أعيد الاعتبار له وهناك إهانة الآن لنفس الشخص دكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلم السياسية بجامعة جزائر شكرا جزيلا لك استمعت إلى هذا الكلام سيد محمد العربي زيتوت سيد دكتور عبد العالي رزاقي يعتقد بأنه الرجل النبومي نوتيل طبعا هو ربما يرجح الأيدي الداخلية مع أنه هناك طرح كان يقول بأنه هناك وزير غارجية سابق في العراق اتهمة حتى صدر حسين بالضلوع في اغتيال بومديان بتسميمه شاد لي بن جديد أيضا وربما حتى شاد لي بن جديد من حيث المركز طبعا أكثر من سيعاب العالي شاد لي بن جديد أيضا يعتقد أن بومديان قتل مثلما قتل عرفات مسموما وهناك مسموما من داخل من خارج هناك شاد لي بن جديد لم يذكر لكن ألمح لأنه من الداخل ألمح أنه كان قتل من الداخل وأنا لا استبعد أيضا ذلك ومرة أخرى فقط حتى تكون الأمور وتكون ناس فاهمة لأن للأسف برنامج مثل هذه في 50 دقيقة لن تستطيع أن تذهب بعيدا نحن نقول أن للرجل إيجابيات مما لا شك في ذلك لكن بغض النظر على حسن النية وسوء النية نتيجة لبحثه على السلطة ولإرادته في البحث على السلطة تعاون مع أسوأ الجزائرين الحركة ضباط فرنسا هم الدمار الحقيقي للجزائر والدليل أنهم اللقاء ممكن لـ 92 وهم الذي حكموا البلاد بعد ذلك مباشرة لكن قبلها العربي بالخير الذي كان هو صنع الرؤساء كما تعرف أحد هؤلاء مشهور اللقاء في 13 ماي 58 مشهور في الإليزي مع البشغات والقياد من أن يقول لهم الجزائر ستستقل نريدكم أن أولادكم ينضموا للدولة معروفة وأولادهم وهذا كثير من الذين كانوا ضباط فرنسا كانوا أولاد قياد أولاد باشغوات بما فيهم العربي بالخير بما فيهم نزار باباه وجده كلاهما في الجيش الفرنسي وزرقيني والقايمة طويلة إذن هذه المشكلة المشكلة صحيح نعم ربما أراد أن يبني بهم دولة وربما أراد أن ينسى ماضيهم لكن هذون كلاوه وكلاو الجزائر فيما بعد استولوا على نظام الحكم عن طريق النظام الحكم استولوا على الدولة حطموا بها المجتمع هذه المشكلة نتعلم لكن رجل نعم رجل وقف ذكرنا بالأمم المتحدة الرجل حاول في قضية التعريب بالرغم أنه لم ينجح كثيرا الرجل حاول في كثير من القضايا أهم بالنسبة للجزائرين رجل نظيف وزيد حاجة وحدة أخرى أهم من ذلك أيضا نعم هذه مهمة لكن الأخطر من ذلك اللي شاف الموت يرضى بالحمة الآن والجزائرين يرون ما جاء بعد 92 بومدين يعتبر ملايكة راهوا بومدين بعد 92 يعتبر ملايكة والشاد يعتبر ملايكة وبنبل يعتبر ملايكة من حكم وبوظياف يعتبر ملايكة بالرغم أنه جاء على دباب 92 لكن قتله بعض 6 شهر لما اكتشف بأنه اللي جابته عصابة وأنه تريد أن تستخد مفرج للرفض فقتل قتلوا الجنرالات إذن الناس الجزائرين وشافوا من بعد يصبح الحنين إلى بومدين كبير جدا ويصبح الحنين إلى الشاد لكبير جدا أنا أعرف ناس ويكتبوا لي في ذلك هنا المشكلة لكن للتاريخ أشياء أخرى نريد أن الناس تتثقف هل المشكلة نقطة مهمة أن تتثقف الناس تتثقف هل المشكلة أيضا مشكلة المجتمع ربما عنده هذه القابلية للتعطش للأبوع للحاكم الحامي الأب نعم للزعيم الملهم نعم للزعيم الملهم لل لل الإمام المهدي لسيدنا عيسى للمتظر هذه أيضا واحدة من الإشكالات التي عندنا استمعت للمتدخل قبل هذا الأخونا عبد العالي يقول لك بيت الطاعة وأذكرها عدة مرات المنطق الذي سار عليه بومدين هو أنه شوف بومدين دعا إلى شعوب تقرير المصير وكان أكبر المدافع لتقرير المصير للشعوب لكن حكم الجزائريين بدون دستور حتى ل77 يعني سنة قبل وفاته صحيح ما تصغير وصحيح أن الموت صادف لكن الموت قد يأتيك في أي لحظة يعني شعب الجزائري لم يقرر مصير ولم يختار بومدين بومدين حكم بالشرعية الثورية ولم يحكم بانتخاب شعب الجزائري هذه القضية لم تكن هناك دروف تاريخية موضوعية لو بحثنا للتبريرات نجد يعني المرحلة المرحلة كانت أنا ذاك ربما تستوجب هكذا نعم لو تبحث في الستينات تجد لعذار تجد تبريرات شعب خارج من حرب 130 سنة استعمار مدمر الصراعات لصراط 62 الحرب مع المغرب كل هذا تجد له تبريرات لكن عندما نضع من بعيد ونضع العاطفة جانبا أنا عاطفة نقول لك حتى ال36 سنة وانا نشوف بومدين كالمقدس لكن عندما قرأت واستمعت وشفت وناقشت وحاولت نستخدم عقلي وجدت لا ليس مقدس بل ليس حتى في مستوى أنه مثلا تتساوى إيجابياته وسلبياته لا لأنك عندما تغرس أنت كان يتكلم على الدولة لا تزول بزوار رجال لكن غرست فيها بن شريف وغرست فيها نزار وغرست فيها تواتي وغرست فيها العماري وغرست هذا دمار هذا حساد مر بعدين دفعنا ثمان وغالي شعباني قتل لأنه قال لابد تطهير الجيش كيف تتهم شعباني تهم أنه يريد فصل الصحراء يعني أعز شيء عن شعباني واللي كتب فيها رسالة شهيرة إلى ديغول سنة 60 يقول له سنقاتل لعدة سنوات إذا لمن أجل أن تبقى الصحراء جزائرية يتهم شعباني بأنه كان يريد فصل الصحراء ويقتلوا ويشارك في قتله بن بلا وبومدين ويحفر قبره قبل أن يصدر حكم ولكن الظروف التاريخية هناك من يقول سيد العربي زيتوت كانت ربما بومدين أيضا هناك من يقول بأنه كان أيضا يتعرض لمؤامرات إلى تربز يعني والرجل لم يأتي من المريخ كان قائد أركان الجيش كنت تشير أنه مجاهد من الرعيل الأول وكانت هناك كان هناك سرع على السلطة لماذا لا يحق للرجل أن يدافع أحيانا البعض كان يريد ربما التعشي به فتغدى بهم شوف الثورة المجيدة العظيمة أسست ووضعت أجهزة وهياكل ومؤسسات للثورة أول من حطم هذه المؤسسات للأسف هو انقلاب 62 ولذلك رفضوه كبار ثوار يعني واحد كما بوظياف أحد الستة الكبار من أباء الثورة رفض ذلك واحد كما كرينب القاسم اللي سيغتلوه في سنة سبعين في فرانكفورت رفض ذلك وهو أيضا الستة الكبار واحد كما أي تحمد وهو قائد تاريخي بلا شك اخترفنا وتفقنا معه حزبا ومتحقب الجبال أنا جايك انت حقب الجبال في 63 لكن في 62 كان مع الشرعية والشرعية كانت مع الحكومة المؤقتة المشكلة تعنا هي هذه عندما تؤسس الانقلاب أنت أسس الانقلاب من أجل حفاظ على الجزائر نيتك كان جيدة لكن شوف وش حدث هذا أنك أسست لسيطرة العسكري على سياسي ولكن ربما لو عاش بمديان لو كان له ربما عمرا لو أطال الله في عمره زوجته تقول صحيفة جزائرية بأنه بمديان قرر مغادرة الحكم بمجرد بلوغه سن الخمسي هذه زوجته تقول لكن هل فيه حاكم عربي غادر الحكم إلا عندما يزوره ملك الموت أو تثور عليه الشعوب لا للأسف قد يكون وقد لا يكون يبقى في حكم المستقبل لكن حنا نتكلمه على مواقع ليس على ما كان ممكن يقع ولا يقع هذا شيء آخر لكن مواقع بمديان بكل تأكيد له إيجابياته رجل كان ساهم في الثورة قام بأشياء كثيرة لكن أسس للكوارث اللي نعيشوها الآن هل كان بسوء نية بحسن نية لكن بكل تأكيد كان من أجل السلطة هاي الكارثة بمديان حكم بدون إرادة شعبية ولكن بالثورة الشعبية بمديان حكم بدون دستور بمديان حكم بالاختيالات بالانقلابات هذه مشكلة والأخطر من ذلك ولكن ألم تكون له شعبية ربما لو كانت هناك في ذلك الفترة طبعا استعليل أيضا كانت لون شعبية لو كانت هناك في ذلك الفترة انتخابات ربما حرة نعم كان ممكن جدا كان ممكن جدا لكن سيفوز بالإرادة الشعبية وسيكتب التاريخ أنه فاز بالإرادة الشعبية ليس ببيت الطاعة ليس بالإجبار ليس بالإكرام نريد أن نؤسس لهذا الفكر فكر الشعب هو الحاكم والمحكوم يخضع والحاكم يخضع للشعب الشعب يأتي به ويذهب به وليس الحاكم هو المتجبر هو الذي يعطيني ولا ما يعطينيش هو هذه العقلية هي اللي سادت ولذلك وجدنا عندما يأتي بوتفليقة هولاك من يرى بوتفليقة ما لك أنت عندك الحق يعني أنا معاك فيه صحيح أن الآن ربما لا يتجاوزون 5% ولا 6% لكن عندما جاء سنة 99 وجاء على الدبابات تعالجنيرالات ربما 80% و90% كانوا معاه وكنا من القلائل جدا جدا لعرضه لأننا كنا نعرف أن هذا اللي جابه الجنيرالات سيكون خادما لهم ولكن أنتم أيضا تريدون السلطة ليس كده لم قال لك أولا نريد السلطة هذا أولا وثانيا إذا أردت السلطة أنا وغيري لابد أن يمر عبر الإرادة الشعبية الشعب هو اللي يقرر في نهاية المطاف تعطي الحق للشعب هو اللي يقرر وهو الذي يأتي بك أو يذهب بك وليس الدبابة الداخلية أو الدبابة الخارجية قل لي من يأتي بك إلى الحكم أقول لك من تكون إذا جابك الشعب ستكون خادم للشعب إذا جابك دبابة جنيرالات ستكون عميل الجنيرالات إذا جات بك دبابة أمريكا أو فرنسا ستكون عميل لفرنسا أعطوا الحق للشعب الأنبياء ولم يعطى لها حق بعض الحكام الأنبياء يقول وشاورهم في الأمر نبي مؤيد بالوحي خاتم الأنبياء خير الناس يقول له ولو كنت فضا غالي ذا القلبي فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غالي ذا القلبي لن فضوا من حولك فاستغفر لهم لا أحفظ لأيك المهم وشاورهم في الأمر شاورهم في الأمر شاورهم في الأمر مش معنى شاورهم في الأمر شاورهم معنى مؤيد بالوحي وكان يستطيعا لا يسمع لي أحد وقال لا يقول لهم أن النبي انتهى الموضوع لكن لا يقوله ويؤسس لقضية الشورى قضية الاختيار قضية هذا النبي وما أدرك ويقوله لاست عليهم بمسيطر لاست عليهم بوكيل لاست عليهم بكل هذا بومدين في ذاكرة لم يكن كان ابن الشعب كما كان يقول دكتور عبد العالي الرزاقي كان يستمع للشعب ومات وذمته نظيفة وانا انا اغزي لك حاجة اخرى انا احضرت في جلسة كنت فيها مع صديق وكان هو مسؤول في رئاسة الجمهورية زوجة بومدين تتصل بيه باش يعطيها لبن دي سانس زوجة بومدين تتصل بيه باش يعطيها لبن دي سانس نحن لا يجرمنا حتى لو اختلفنا معاها لا نقول الحق لا مات فقيرا ومات ولم يمد يده في الاخت لكن مات والسلطة في يده كلها مات والشعب لم يختاروا إلا سنة سبعة وسبعين وكان بتأخير مات وتأسس بعدين سيطرة العسكر حتى اللي جاء بعده شادي بن جديد جاء عسكري وسيطرة العسكري على المدني على السياسي وهذا اللي ندفعه ثمن وغالي للأسف أدركنا الوقت محمد العربي زيتوتا الدبلوماسي الجزائرية سابق شكرا جزيلا لك وللأسف كان من المفروض أن يكون معنا نشارك معنا أيضا هشام عبود مدير صحيفة جريدة ومون جونال ولكن للأسف تعادل الاتصال به شكرا جزيلا لكم مشاهدنا الكلام على حسن المتابعة على اختيار قناتنا مني ومن كل فريق البرنامج أجمل اتحايا إلى اللقاء